في هذا الجزء من المسائية والذي نخصصه لقراءة في أبرز ما جاء بالصحافة العالمية سعدنا أن تكون معنا الكاتبة الصحفية نادية أبو المجدة سوزا نادية أهلا بك معنا في هذه الفقرة الأسبوعية فاكس نيوز أسفارة الأمريكية تفتح أبوابها في القدس في مايو 2018 مقال في الواشنطن كيف يمكن الحديث عن ذلك أسفارة الأمريكية ثم أسفارة الأمريكية هذا التقرير هو فاكس نشاه هو تقرير للأسوشياتي بريس هو مقتضب لأنه بس عن الخبر بخصوص الخبر الذي انتشر منذ قليل حتى خدنا منه عواجل لأنه تم تحديد موعد فتح السفارة الأمريكية في القدس بـ 14 مايو 2018 وطبعا ده في الذكرى السبعين للنكبة بالنسبة للعرب والفلسطينيين وإنشاء دولة إسرائيل بالنسبة للإسرائيليين فطبعا تم اختيار التاريخ بعناية وده نقلا عن اثنين مسؤولين أمريكيين ده ذكرني بأنه لما تم عادة فتح السفارة الإسرائيلية في مصر أيضا تم اختيار نفس تاريخ غلقها منذ ست سنوات في واضح أن هذه التاريخ الرمزية مهمة بالنسبة لإسرائيل وهذا التقرير رغم قصره قال حكتين قال أنه بانس كان لسه نائب رئيس الأمريكي كان لسه بيقول أنه لن تفتتح السفارة قبل نهاية 2018 في حين أنه وزير الخارجية ريكس تيلرسون قال أنه محتاجة سنوات وفجأة تم الإعلان على أنه ستفتتح في خلال أقل من ثلاث شهور نعم من القدس إلى سوريا مقال في الواشنطن بوست يقول مجزرة النجاليدة في سوريا والعالم لا يتحرك هل تحرك العالم سابقا؟ يعني هم يقرنوها بمجازر حادثات تحرك العالم وقتها زي في البوسنة والهرسك وغيرها من المذابح لكن هذه المرة يبدو أن العالم هذا كما يقول العالم كما طبعا نحن نتابع ونشاهد يعني القاعد لا يتحرك لا يعمل أي شيء رغم أنه هناك مجزرة جديدة ترتكب في سوريا حتى من أوائل الفقرات أن السماء تمطر موتا والرئيس المدير الأمم المتحدة السكرتيري العالم للأمم المتحدة قال أنه دي وكأنها الجحيم على الأرض ورغم كل هذه على ذكر الأمم المتحدة هل قالت المقالة أي شيء عن فشل الأمم المتحدة في أداء بالضبط قالت أنه دي أحد الأسباب التي توري أنه يجب النظر فيه منظومة بديلة للأمم المتحدة لأنها لم تستطع أن توقف هذه المجازر ومجازر قبلها يعني كل النداءات وكل المطالبات بوقف إطلاق النار بيتم تجاهلها وطبعا بتذكر بأنه كان فيه مجزرة وكان فيه منطبها فيه بالكيماوي فيه بالسلاح الكيماوي فيه 2013 وبتذكر أنه فيه حوالي ربعمائة ألف سوري يعني مدني موجودين واللافت للنظر أنها بتقول أنها واحدة من آخر معاقل ريبلز الثوار ولم تقول الإرهابيين كما يقول النظام السوري ونبقى في سوريا افتتحات الجارديان تقول عن الغوط الشرقية الأقوياء التنافسون والمدنيون يدفعون الثمن ما الذي جاء في هذا المقال نفس الشيء فكرة أنه سوريا عموما وكانها ساحة حرب بين الأقوياء المتنافسين في عالم السياسة وفي الأخير أو دائما من يعاني هو الأضعف وهو المدني وبتقول أنه للأسف أنه لا تبدو هناك نهاية قريبة لهذه المذبحة أو المجازر الدائرة الآن لأنه ببساطة يعني زي ما بيقوله بوتوم لاين أنه محدش قادر يوقف هذه المجازر وهو سواء بشار الأسد أو روسيا ما عندهم سبب أنهم يتوقفوا لأنهم بيأملوا في أن تكون بداية النهاية لكن هل تعرضت الافتتاحية إلى ترك هذا المجال للبلطجة الروسية وسوريا في ظل أن هناك عدد أكبر من دول العالم في ضد هذا البلطجة يعني هي بتتكلم على كل المنافسات التي هي كل الأطراف المعنية حتى تدخل إسرائيل بتضرب إيران عن طريق تدخلها في سوريا يعني كل الأطراف إيران، سوريا، روسيا يعني كل الأطراف سوريا أصبحت هي صاحة معركة يعني هناك يتنافسون هناك يحاولون فرد واقع جديد على سوريا من أجل حسم على الأرض مصر وبيبيسي تقول صحق المعارضة في مصر في تقرير يتحدث عن الإخفاء القصري ما الذي جاء في هذا التقرير؟ هو مفروض أنه فيلم وثائقي سيذاع غدا السبت هو مؤلم للغاية الحقيقة يعني المعلومات التي فيه يعني حتى هذا التقرير يتحدث على أنه مع اقتراب الانتخابات الشهر القادم إلا أنه هناك المزيد من الاعتقالات للمعارضين مزيد من الإخفاء القصري مزيد من التعذيب ويبدأ التقرير بتحذير بأن هذا التقرير يحتوي على تفاصيل مؤلمة عن التعذيب أو عن العنف والتعذيب أو عن العنف الجنسي وهو يعني يقابل عدة شخصيات يا إما هم أبطال يا إما أقارب أبطال ناس يعني أما تعرضوا للتعذيب أو الإخفاء القصري يعني على سبيل المثال وبسرعة في والدة زبيدة عندها 23 سنة تم اعتقالها هي والدتها أول مرة في مظاهرة في 2014 هي بتقول أنهما ما كانوش مشاركين لكن على أي حال خدوهم وعذبوهم وتركوهم لكنهم اعتقلوا زبيدة مرة أخرى 2016 وطبقا لما تقول الأم أنها تعرضت لإعتداء جنسي ولم تعد كما كانت وكانت تعالج نفسيا من التعذيب وما تعرضت له إلا أنها اختفت في أبريل 2017 وهذه المرة لم تظهر وتحكي بتفاصيل مؤلمة انتظار هذه الأم وتتمنى لو في طريقة أنهم ياخدوها هي بدلا من ابنتها التي تنتظرها وبتقول أنها تموت كل يوم مئة مرة مجرد مثال لمعاناة الأهل في الاختفاء القصري في مصر أيضا فايسوف أمريكا الحملة العسكرية ضد الإرهاب في مصر تثير الشكوك من الإخفاء القصري وما يحدث داخل السجون إلى الحملة العسكرية عبر فايسوف أمريكا ضد الإرهاب ما الذي لدينا؟ يعني هو بعد مرور أسبوعين من الحملة العسكرية الشاملة في سيناء يعني جاء هذا التقرير وهو يتحدث مع خبراء في معهد دراسات الشرق الأوسط ويعني في أرقام أنا شفت أنه في أرقام مهمة بيقولوا أنه منذ 2013 تعرضت سيناء ومصر عموما ليه 1700 هجمة مسلحة أو إرهابية في حوالي ألف من الجنود سواء شرطة أو جيش توفوا في هذه الهجمات ولاية سيناء أعلنت مسؤوليتها عن 800 هجمة من هذه الهجمات يعني بيتحدث التقرير على أنه رغم كل يعني محاولات استقصال أو كل مرة بيقال أنه محاولات استقصال الإرهاب إلا أنه الإرهاب لم يستقص البعض طبعا هذه الحملة لم تنتهي وهي نهايتها مفتوحة إلا أنه يعني طبقا للخبراء الذي يتحدث معه أنه ما فيش حاجة تبين ما هي الاستراتيجية بعيدة المدى ما هو المختلف هذه المرة عن المرات السابقة في سيناء هناك تخوف فيما يتعلق في سيناء هارتس هي الأخرى تقول حرب مصر على الإرهاب تهدد بالتحول إلى حرب على بدو سيناء وهذا يعطي بعض من الأسئلة والمعلومات فيما يتعلق بالحملة العسكرية الأخيرة والشكاوى التي وردت من الداخل بأنه لم يراع وضع المدنيين ما الذي قالته هارتس يعني هذا أيضا محلل متخصص في الشأن المصري بيتحدث أيضا على أنه معاناة أهل سيناء عموما في هذه الحملة وعموما يعني أنه كان فيه هم بيعانوا من التمييز وديه جزء عارفة فكرة اللي هي يعني البيضة ولا الفرخة إيه ماذا الذي سبب أو مازال يسبب أو يشعل هذا جزء منه أنه فيه غضب من أهل سيناء غير الإرهابيين أنه هناك غضب فيه تهميش فيه غضب فيه عدم تنمية فيه معاناة ترقمت على مدى السيناء وكأنهما بيقولوا أنهما يعني يعانوا من الإرهابيين وبيعانوا عندما تقوم الحكم من هذه الحملات يعانوا أنه من الضربات التي يعني تنال منهم أو من من أسرهم أيضا من نقص المواد الغذائية من نقص الأدوية يعني وكل ذلك ففكرة أنها معاناة مستمرة وأنه يبدو يعني وكأنه ناس تتحول هذه الحرب وكأنها حرب ضد بدو سيناء ويختتم هذا المقال التحليلي بأنه لم يعد أحد يصدق الوعود التي أطلقها السيسي بخصوص تنمية سيناء وتحسين وضعهم منذ أربع سنوات حيث أن الوضع الآن يبدو أسوأ مما كان عليه أو لم يتحسن هل هناك أي نقاط التقاء بين هذا التقرير عن سيناء والتقرير الذي سبق والاثنين يتحدث عن الإرهاب والاثنين يتحدث عن الأوضاع الخطيرة في سيناء أنا حسيت أنه وكأنه يكمل بقية المعلومات هنا يتحدث عن ناقص الاستراتيجية العامة والمعاناة والأسباب وأنه التقرير الذي قبله في أمريكا يتحدث على أنه فكرة أنه سياسة العصى فقط بدون وجود أي جزرة في فيما يخص الوضع في سيناء ليست الطريقة المثلة ولم تثبت نجاحها والتقرير هارتس يركز أكثر على موضوع معاناة السينوين أو البدو بالتحديد ففكرة أنه هناك معاناة لا يتبدو أن هناك استراتيجية شاملة أو واضحة أو مختلفة أنه لماذا سيتم استقصال الإرهاب هذه المرة فيما لم يتم استقصال من قبل وطبعا هي الحملة لسه مفتوحة وتحدث رغم أنه في بيانات عسكرية تقريبا كل يوم أو ربما أكثر من بيان لكن ليس هناك وضوح ما هي الاستراتيجية الجديدة وتحدث أيضا على القيود التي تعرض لها الصحفين ليس فقط أنهم لا يستطيع أن يذهب لكن التهديدات التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات بأن أي أحد ينشر أخبار أخرى وكأنه تتهم بأنه هو إخوان حتى الوسائل الإعلام الأجنبية في مصر أيضا ولكن هذه المرة من التليجراف ضابط شرطة بطل يمسك بطفل سقط من الشرفة في مصر نقطة مضيئة هذه المرة التي لدينا من التليجراف ننهي بنقطة مضيئة يعني الحقيقة عدد من وسائل الإعلام الأجنبية اهتمت بالفيديو الذي انتشر شاهده مئات الألاف لكمين شرطة يعني مفروض أنه يحرس بنك في أسيوت رأوا طفل يعني هو عنده خمس سنين كان يسقط من الدور التالت في من شرفة بيته فنحن نشاهد الفيديو فتصرفوا سريعا وتمكنوا من إنقاذه ويقولوا أنه الطفل لم يصب بأي أذى لكن الضابط الذي احتضن وخدت صدمة أو قوة السقوط هو الذي أصيب إصابات طفيفة نعم بتأكيد هذا الفيديو في قدر من البهجة طفل خمس سنوات كتب له عمر جديد وبتأكيد هناك شكر يوجه لهذا الضابط أعتقد أنه تم تكرمهم بعد هذا الفيديو وصلنا إلى النهاية شكرا جزيلا أستاذ نديا أبو المجد في النهاية المسائية مشاهدين أشكركم على طيب المتابعة إن شاء الله ونلقاكم غدا في مسائية الجديدة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا جزيلا